السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم ان شاء الله حلقة جديدة من سلسلة منيراج السلسلة اللي بنحاول نبني فيها ويب أبليكيشن متخصص لاستخدامات Retriever Augmented Generation او انك ازاي تستخدم منقلة الام عشان يستطيع ان نجيبك على اسئلة موجودة في database خاصة بيك خلونا نراجع احنا اخر حاجة وصلنا لها ايه طيب كنا في اخر مرحلة بنحاول ان احنا نعمل بتوع اللي احنا اعرف من خلالهم نتواصل ونقدر نستخدم اللي احنا هنعبر عن كلمة اللي ام في استخدامين وهم والجينيريشن وهي فكرة انك تحول النصوص الى وده حيساعدك انك تخزن داتا بتاعتك في فيكتور ديتا بيس و ال جينيريشن ان انت تسأله حاجة في يرد عليك فكنا عملنا في البروجيك بتاعنا في ستورز عملنا ديركتري خاص للم و عملنا حاجة اسمها البروفايدر في في البروفايدر طبعا عملنا انترفيس وهكذا فعندنا دلوقتي حاجة اسمها كوهير بروفايدر في كوهير بروفايدر بيبدأ بانو يتعرف شوية معينة ويقدت تسكات انو يجينيريت تكست مسلا او يحولوا الى فيكتور كذلك برضو عملنا في حاجة شبيها بالزبط و طبعا كلا من او كوهير بيعملوا انهرت من اللم انترفيس اللي بيتطلب ان اي حد يستخدمه انو يحط ايه يحط كل الحاجات دي تكلمنا برضو على فكرة التمبلتس قلنا ان احنا دلوقتي في الراج محتاجين ناخد شوية ديتا ديوزر بيسأل عن سؤال احنا بنروح نعمل سيرش في الداتا بيت بتاعتنا بنجيب شوية تشانكس وبعدين بنسأل اللم نقول له بناء على هذه القطع النصية اليوزر سأل سؤال فلاني هل تقدر تجاوبني او لا فقلنا ان احنا عشان ما نضطرش نكتب البرومب ده نفسه في مكان ونكرره في الكود خلينا نعمل حاجة اسمع التمبلت بارسر وفي التمبلت بارسر ده المفترض ان انا استطيع ان انا اعبر عن اشكال التمبلت بس احنا قلنا ان احنا ممكن في التمبلت بارسر ده ممكن الاسئلة اللي نديها اليوزر لما نقول له معاك مثلا تلات قطع وهكذا ممكن نقولها بالعربي او ممكن نقولها بالانجليزي فتعلمنا ان زي ممكن نعمل من التمبلت ممكن تتغير حسب لو قلت له ده عربي او انجليزي فعملنا حاجة اسمها لوكاليز اوكي ولو بصينا هنا هنلاقي مثلا في عربي وفي انجليش في العربي عندي ملف اسم مراج فانا عندي حاليا هما التلاتة تمبلت دول واحدة كالسيستم برومبت والدوكمنت برومبت كل دوكمنت بيروح للراجل شكله عامل ازاي والفوتر برومبت اللي هو في اخر السؤال بقول له اجب على السؤال التالي نفس الفكرة او روحنا للانجليش مفترض بوضو هنلاقي راج فيه برضو سيستم برومبت لك المرادة بالانجليش والدوكمنت والفوتر فالتمبلت بارسر هنا مستو ان هو بيحط العساب اللانجوج اللي انت بتدهله بيبدأ انه هو يشوف الحاجيب من لوكاليز ارابيك ولا لوكاليز انجليش ده مين بيعمل الكلام ده ده الكلاس اللي احنا نفذناه المرة الفاتت اللي بيساعدنا نعمل لوكاليز باحنا تعلمنا كده كأنه هنعمل مني لوكاليزيشن بروجيكت بسهولة طبعا ده في عندك كونفيجريشن وكنا حطينا فيها قلنا مثلا اللانجوجي الحالية اللي احنا بستهدفينها مثلا انجليش لو اللانجوجي اللي انا كتبتها لك هنا ايطالي مسلا او كده مش موجودة يبقى هتستخدم مين الديفولت وطبعا في المين عندنا اصبح عندنا واحنا بنعرف في اللي بنحطهم في الستارت اوب اصبح عندنا مين التمبلت بارسر وده التمبلت بارسر ببدأ اعرفه عشان الابجيكت ده هستخدمه بعدين كل حد محتاجة التمبلت بارسر عشان يجيب له داتا بده له وده كله طبعا بالاضافة لان احنا برضو في كان عندنا الفيكتور داتا بيز وفي الفيكتور داتا بيز لعن انا عندي برضو حاليا بس احنا مع مين مع كويدرنت ففي كويدرنت نقدر زي نكونكت بكويدرنت او ديسكنكت نسأل هل في موجود او لا نديليت كوليكشن نكريات كوليكشن نانسيرت جديد جوة داتا بيز بتاعتنا او نانسيرت اكتر من واحد وهكذا فنفس الكلام هنا بحيث ان احنا بعد كده تناخد الديتا ونوديها طيب اذا في اول حلقة نهاردة هنحاول نحل مشكلتين كانوا معنا من المرة اللي فاتت صح كان بتظهر بتعمل ويمكن الناس خدت بالها منها او ما خدتش بالها منها لان هي يعني في الكور بتاع القصة وده بس يعني ملحوظة سريعة على فكرة ان ما حد يشرح حاجة غالبا بوقع تركيزه في اكتر من مكان غير اللي بشرحه لك يعني ما بشرح لك حاجة ودائما في دماغه حاجة تانية فدي سقطت مني سهوا وانا بشرح رغم يعني سذاجة الخطأ ولكن برضو عشان تقدر برضو انه اللي بشرح حاجة بيكون دماغه في اكتر من مكان بيتكلم في حاجة دلوقتي عشان ما هيديقول حاجة بعدين واخد بالهم في حاجة لانتتقال كنسيبها وهكذا فخلينا نبدأ فأولا باسم مداح مراحيم احنا كنا في المين دوت باي كنا رحنا وعرفنا مين التمبلت بارسر اوكي ولكن احنا المفترض برضو لما نيجع على لا الان البي كنترولر احنا برضو استخدمنا بدأنا نحق برامتر جديد اسمه تيمبلت بارسر لان التيمبلت بارسر ده حيساعدنا في ان احنا نعرف نجيب التي ب İş Hunger اللي بعتها لل соلبيت اللي بياه الموضمات لكن هو المشكلة انو في بعض اللي維 سيكون تريد ما بإعلاج هذه الليبنا الثالث والان لن مشكلة طبعا انا من mcquads اجي يعني اوفي عن اللي維 critically الخاصة دي سيكون ا perfster بسارة ein pet ان البي كنترولر دي ذكرت فين ككلاس في الكود. فطبعا ده الديفنيشن بتاعها ده فروم كذا ده امبورت عادي. هنلاحظ ان كلها ذكرت في الان البي كنترولر. فتعالا هنا. فزا ما انت شايف هنا مسلا. عادي نبقى نعرف الايه? التيمبلت بارسر. طبعا التيمبلت بارسر فين? عشان بس الناس تفتكر. التيمبلت بارسر بالفعل ما موجود فين? في ده موجود في المين? كجلوبال ايه? كجلوبال سيتنجز. فهي نفس الفكرة اللي هتاخد هنا. بس هناخد مين? بالتيمبلت بارسر بهذا الشكل. طيب تعال نشوف اللي بعده. نفس الكلام. اللي بعده موجودة. والي بعده موجودة. اوكي. فاحنا كده حلنا مشكلة المست. وعرفنا برضو ده نتخدم في عشان ندور على حاجة بسرعة. ونحلها. اني اقمت هنا. ايه? اقول يس. طبعا تعالك كده مثلا هل انا غيرت حاجة في الانلبي كنترولر? اه نحطت دي فانا عادي اشيلها اصلا. فتعال نشيلها. يعني دائما لما بلاقي في السورس كنترول. هنحس ان انا مغيرتوش لا اتشك الاول عشان اعرف ايه اللي بحفل. فطبعا هنحاسب دي كده. دي ملاش لدمة. اوكي. وحاكمت. يس. طيب. تعالوا بان بتاعنا. انا بتاع دي. بتاع نروح على الريدمي فايل. هنشوف الاوامر اللي احنا كنا بنرن بها لحاجات. فعندي بقى طبعا الامر بتاع ايه? بتاع اليو في كورن. اللي كتب رن بيه الابليكيشن. بخلينا نرن الابليكيشن. ويحتاجين لرن الدكر عشان المونجو. فهنعمل كده. طبعا بستخدم دابل و اس ال فور ويندوز. محتاج الدكر عشان كده. هعمل كده بس سي دي. ممكن طبعا الايه? الكم امر اللي هنا. يعني استخدم ده عشان احسن بس شكل اهو كده احسنتها شوية شكلها كده. وتعالا بها نعمل ايه? دكر ايه? اه. انا هعمل دي كده. قلينا اخل ده. بدون ماينس دي. ماينس دي بي خليرا ديمون يعني في. انا عايز بس اشوفه قدامي. انا بس هروح في الاول على سي دكر. وبعدين ارن ده. قط الباسور بتاعي. و خلي رن زي كده. طيب. رجوا عن بقر هنا على البورت خمس تلاف. تعال نفتح بتاعنا ونشوفه. طيب فده بتاعنا احنا عندنا دي كل اللي بتتعابل معها. ومنها الراج انسر. والاندكس سيرش. في البساطة جدا انا عنده هول ايه? بكنكت على. طيب في الانشال في الكرانت بكنكت على خمس تلاف. وده الابي اي. وعندي اندكس سيرش. تعال نشوف الاندكس ده. هنروح على الانبراوت. ونبص على ده كان بيعمل ايه. دي الانبراوت عندي. وياد الاندكس سيرش. الفكرة ببساطة جدا انا قد بقول له البروجيكت الفلاني هتامل عليه السيرش ريكوست الفلانية. فادي مثلا ده الايدي بتاع البروجيكت. وفي البادي. في الهيدر بديه. ده الريكوست. طبعا تذكرة الريكوست ده عبارة عن بايدان تكس كيم. بقول له والله انت هتاخد تكست. ده ماندتوري. يعني. واللي مده اوبشنال لو مادته لك شي اخد خمسة. نرجع. في الاول كنت باجيب البروجيكت موضل نفسه. عشان اعرف به البروجيكت. فاجت البروجيكت اوكاية وان. بعدين بعرف الان البي كنترولر. اللي المفترض ان هو موجود فيه لما بعد نعرفه موجود فيه حاجة اسمها جيت سيرش فيكتور داتابيس. باخد التكست اللي اليوزر بعته لي. والليمت. والبروجيكت اللي سيرش فيه وهو بسيرش. فلو فتحنا بس عندي كده. بدوس او 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 اتناشر بتجيب لي بتاعها. ف بي ايه بي وريني بقول لي سيرش فيكتور داتابيس كوليكشن. ويبيروك طبعا بيستخدم الامبيدنج كلاينت. يعمل الامبيدنج للتكست. يحوله الفيكتور. بعدين في الفيكتور دي بي كلاينت اللي هو الكودرنت. يروح على السيرش باي فيكتور. بهذا الشكل. ويبدأ ان هو يسيرش. فالفكرة في انه كان بيسيرش في الاول. عشان نيجي بعدك كده للانسر. السيرش كان بيرجعلي بس القطع النصية. يعني مثلا سألت له ما سبب خلاف تيسلا مع ايدسون مثلا. فالمفروض ان انا بمعمل سند. فحيبدأ يديني شوية ريزلس بهذا الشكل. دايما انت شايف. بقول لي ادي اول تشانك اللي قيت فيها لها علاقة بيك. بنسبة تشابه 53%. دي بنسبة 51% وهكذا. كل تشانك عبارة عن تيكست وايه? تيكست وسكور. او عن خلينا فاكرين انه بتاعت الفكتور داتا بيز. بعد ما بتعمل السيرش في الكودرنت او في نوع داتا بيز. لدي مترجع لي كل عنصر فيها عبارة عن بايدانتيك سكيمة. فيها سكور وفيها تيكست. يعني ابصرنا دي. دي بايدانتيك سكيمة عادي بيز موضل عادي من بايدانتيك. فيها تيكست وسكور. فاحنا قلنا بالشكل ده. حتى الاوتبوت سواء بعد كده استخدمنا اي نوع داتا بيز تاني غير كودرنت. في النهاية انا متوقع انه جيني لست. كل لست فيها ايتم من النوع ده. فبالتالي عملنا نورماليزيشن لنوع الاوتبوت اللي برجع لي. وده طبعا مهم جدا في انك لما بتستخدم كده بروفايدر وبتسويتش ما بينهم انك دايما تحصل على نوع الاوتبوت. طيب. فخلينا كده احنا بالفعل زي ما انت شوفت بعد ما بنسأل السؤال بيرجع لنا كده حاجة كل حاجة فيها تيكست وايه تيكست وسكور طيب. ايه زيادة في الانسر? الانسر هو هو السيرش ولكن خطوة ضفاية بعد السيرش. انه بعد ما عمل سيرش بقى مفترض وراح اعمل التمبلت. ويه تعال فنفس السؤال برضو. ولو راح تسألت ده كده. مفترض ان هو بيعملي دلوقتي. مفترض ان هو خد السؤال راح لابن ايه مثلا بروفايدر بتاعي الحالية ان انا مفاعله يعني. وبدأ ان هو يشتغل عليه. هنلاحظ في الانسر رايي. اوكي. بعد ما بياخد ايه الدوكومنت نفسها اللي يجبهم السيرش. بروح يكون السيستم برومبت. بروح يكون الدوكومنت برومبت. وبروح يكون الفوتر برومبت. يجمعهم على بعض زي كده. وروح بعيدهم لمين؟ بعيدهم ليه الجينيريشن كلاينت. اللي هو بتاعي مثلا قبل انا دلوقتي واقول له جينيري تيكست. انا عملت لك الفول برومبت. اللي هو عبارة عن ان انا اضم لك السيستم على الدوكومنت على الفوتر. ماشي. اللي هما دول. سيستم الدوكومنت فوتر. وابعتهم ليه للم. كنا احنا عملنا بقى حركة. بهذا الشكل. اوكي. وحتاخد بالك ان انا برجع الانسر دي اللي بتاعة اللم. والفول برومبت. هو ايه اصلا اللي اتبعت اللم. هنلاقي في الفول برومبت ان احنا بس نسينا حاجة مهمة جدا. سينا نبعد السؤال. يعني احنا بعتنا دوكومنت رقم واحد. وده كونتن بتاعه. دوكومنت رقم اثنين وده كونتن بتاعه. وهكذا. وجينا بعد ما خلصنا الدوكومنت. ونسينا نبعد السؤال. فخلونا نصلح المشكلة دي بان احنا نبعد السؤال. وده الاخطاء اللي ايه? الهايفة جدا. ولدلك انا يعني برضو جزء مهم جدا ان انت وت بتعمل حاجات زي دي مثلا انك ترجع في البداية وانت بتطور. عشان تعرف برضو ايه اللي حصل في الباجراوند. ربما انت غلط غلط تافه مش واخد بالك منه. فنرجع تاني ليه اللي ايه? راج اللي موجود جوه. احنا قلنا انه في التمبلت انت عايز تخدم دي وعايز كل مرة حتنادي عليه حتديه مسلا دي هنا في التمبلت كل مرة كان بديه دوكومنت نمبر والتشانك تيكست. زي ما ايه? زي ما انت شايف هنا. ده دوكومنت نمبر ايكوال. ودي دوك نمبر. وكونتنت ايكوال. وده بقى الايه? التشانك تيكست. بهذا الشكل. فتعال بقى احنا اعمل ايه? نفس الكلام هنا في التمبلت. اوكي. بس هنضيف سطر هنا للسؤال. فانا اضيفت سطرين هنا. واحد اسمه السؤال. ويتبعه كلمة كويري. الكويري ده الاستعلام اللي جاي من السؤال. حتى ما احنا ممكن نسمي دي الاستعلام افضل او السؤال يعني up to you. ماشي? وبعد كده بقوله الاجابة. عشان بعد يبدأ هو ايه? يحط الاجابة. نفس ما اعملنا في الراج بتاع العربي. هنعمل في الراج كمان بتاع مين? بتاع الانجلش. هناخد الاتنين دول كده. ودي الراج بتاع الانجلش. وننزل هنا. ونحطهم. بس طبعا هنخلي بدل كلمة سؤال. هنخطي مثلا ايه? بهذا الشكل. ماشي? ممكن حد يعني يقول طب ما نجي نحط كمان تطرف هادي هنا في المص عشان نحسسوا كده ان الكويري خلص. ما فيش مشكلة. هو تعالى كمان نعملها فين? نعملها في العربي. بهذا الشكل. ايه عودة فين بقى? عودة للنل بي كنترولر. في الانل بي كنترولر احنا بالفعل عندنا داتا سيرش وعندنا داتة الانسر. واحنا بنعمل داتة الانسر كان معنا شوية فروحنا باستخدام التمبلت بتاع دوكومنت برومبت. رحنا قلنا ايه? املا لي بابني بدل دوكومنت ننبر حط بصرقام فرياني بدل طبعا الكلام ده عملنا فورلوب عشان احنا عندنا كذا دوكومنت. طب بالنسبة للفوتر. بالنسبة للفوتر احنا معنا هون الكويري. وعايدين بقى ايه نعمله فنفس الفكرة هنا. انت كنت بتقول له جيت. وبتديه مسلا تقول له انا عايز للفولدر اللي اسمه راج. طبعا هو عارف ان انت دواتي مستعد في انجليش او عربي فهيروح لاني فولدر زي ما صممنا في التمبلت بارسر. هتلاقي عندك حاجة اسمها دوكومنت بارسر مسلا دوكومنت وبعدين روح املاها. نفس الكلام هنا في الفوتر. روح على الراج هتلاقي حاجة اسمها فوتر برومبت. بس ابدأ املاها. ابدأ املاها زي ان انا بدي في القيم اللي انا عايز املاها. فانا بالشكل ده حاجة اقول له هنا بالنسبة لكويري اكوال كويري. بهذا الايه? بهذا الشكل. فالمفترض كده بقى الفوتر دلوقتي فيه كويري كمان اللي اللي حاجة بعد. تعال نسيف. ونرجع تاني نسأل السؤال برضو في البوستمان. ونشوف هيطلع لنا ايه? ماشي? بخد بالك هنا انه كانت لا تحتوي على اي اسئلة. وبالتالي كان بيقول لي يبدو انك تبحث عن المعلومات حول نيكولا تسلا وتجاربه في العمل مع تومس ادسون. وبعين بتكلم. لكن خلينا دلوقتي ببعض ما حطينا السؤال. بسم الله. ماشي. تعال كده نبص على الدوكمنس. ونلاحظ دلوقتي انه نفسها اصبح في النهاية فيها ايه? بدء انده كذا وبعدين من سبب خلاف تسلا وتومس ادسون. والانسر المفترض تكتمل بعدها. فكده اصبح عندنا يعني راج تيمبلت سليم نسبيا واصبح السؤال موجود عندنا. طيب حابين بس ان احنا نجرب كمان فكرة التيمبلت العربي. فعودة لانل بي كنترولر. طبعا ان احنا هنغير دلوقتي في الانف. يعني خلينا دلوقتي نغير في الانف. وحنقول له ان هي العربي. وحن يجي هنا بس عشان احنا نغيرنا في الانف فحن ايه? لازم ايد من البداية لان الانف بيتلوت بس مرة واحدة في البداية. فتعاي نشوف التيمبلت العربي هتشتغل ولا? ايه? تعال بس نشوف على البلد. وعندي الاجابة تعال كده المستند رقم واحد كده 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 يبقى التيمبلت العربي. عرفنا ان احنا نجمب ما بين واحد واحد ان شاء الله بسهولة.